قالوا على هذا كان أوائل القوم الزهد والانقطاع من الدنيا في الأول فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن يعني إبليس تمكن من المتأخرين غاية التمكن ده في زمن ابن الجوزي طيب زمننا كيف لو شافوا سمع جماعة قالوا أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا كان يقول شنو ابن الجوزي ذاته طيب قال وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات يعني أول حاجة أبعدهم من شنو جماعة من العلم ذاته وده أصل ضلال جميع الأحزاب والفرق الموجودة الليلة إنهم أعرضوا عن علم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فضاعوا حتى الصوفية بيحذروا من العلم ذاته كونك تقعد وتحضر حدثنا حدثنا صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود لا لا دا ما فيه البراعي قال لهم ما دا ضيع زمن لأن البراعي قال لهم نحن بنجيب الحديث من فوق من السمى طوالي قال عن شيخ الصوفية وده الكتاب في الكتاب دا رياض الجنة للبراعي قالوا ورووا حديثا صح عن مختارهم بغير واسطة البخاري ومسلمي وقال الصوفية أخذتم علمكم ميت عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت